بيت الهنى بسم الله الرحمن الرحيم التحية لكل المشاهدي ومتابعي بيت الهنى وحبابكم عشرة وأهلا بكم كتير مشاهدين لما نتكلم عن أبنائنا ونتكلم عن أطفالنا وأنه هما في فترة معينة ممكن يتغيروا ممكن يتقلب الحال لحال تاني أنا والدي بيقى عصبي أنا بيتي بيقى تعنيفة أنا والدي بيقى ما بيقعد في البيت أنا بيتي بيقى كلامة كتير في التلفون كلها حاجات ممكن نكون بنعقشة في صوالينا مع أهلنا وأحبابنا ومع أزواجنا إحنا ما عارفين أن الفترة دية ممكن تكون فترة مراهقة وهل فترة المراهقة دية بتمتدى بنفس الصفات السلوكية اللي بنلقاها في الفترة دية لغاية المستقبل ولا ممكن إحنا كأسر يكون لنا تأثير كبير وعميق في المسألة نقدر نعدل من السلوك وفي نفس الوقت نخلق جيل جديد من الأفكار ومن المقترحات ومن القضايا اللي ممكن يهتم بيها الطفل أو الطفلة في المستقبل فيبقى الطفل ناضج حتى في فترة المراهقة هي دي المواضيع اللي احنا هنناقشة وهنتكلم فيها وكثير من الأسئلة اللي بتأرقكم مع دكتور عبدالباصد مرغاني هو مختص ومدير مركز الدراسات النفسية والسلوكية والأسرية الفنار هيشرفنا في الصالون بعد شوية تعالون السلام أهلا بكم مشاهدينا بنرحب بضيفنا اللي شرفنا في السوديو بيت الهنى دكتور عبدالباصد مرغاني وهو مدير مركز الدراسات النفسية والسلوكية والأسرية الفنار أهلا بك يا دكتور شرفتنا في بيت الهنى مرحب بك أهلا وسهلا حديثنا عن فترة صعبة جدا بالنسبة للأبناء والبنات وإذا كان الناس بتقدر تتحكم فيها زمان يقول لك الجيل الجديد صعب ما قادرين يتحكم فيه فنحن من خلال يعني علمك ومعرفتك هنبدأ نديهم بعض النصائح والإرشادات في المسألة دي في الأول خلينا نقول إنه المراهق بصفة عامة نقدر نصفه بشنه هذ هو عمر والله سلوكيات في البداية أنا بطمن الأسر بإنه مرحلة ما يعرف بالمراهقة هي مرحلة طبيعية يعني لا تستوجب الخوف ونحن نعطيها زخم من الخوف والقلغ والتوتر كثير في الوقت اللي هي مرحلة عمرية يجب أن نكون نحن ميغنين وفاهمين بإنه هذه البنت أو الولد حي مرابعة إذا الفهم ده تجزر عند عقول الآباء والأمهات حنجد إنه مرحلة المراهقة المرحلة النضوج إلى المعابر الحياتية دي هي ساهلة وهدية وبعدين راضية وممكن تدعامل معها ونستعد عليها بصورة عادية وطبيعية المشكلة في مراحل المراهقة نحن بنهملها أمنا بنتفهم المتغيرات السلوكية فيها إذا عرفناها هي مراحل طبعا فيها جانبين فيها جانب البايولوجي الفيزيولوجي يتبه مرحبه البنت وبتمرحبه يمرحبه الولد وكذلك نتيجة لهذه المتغيرات الفيزيولوجية البايولوجية نتيجة لنضوج بعض الهرمونات في داخل الجسم كذلك تؤدي إلى سلوكيات مختلفة شوية بالتالي كما سمحتي أنه دي متغير بايولوجي الفيزيوليجي طبيعي في داخل الجسم وفيه سلوكيات السلوكيات هنا الممكن تكون متغيرة وممكن تكون منضبطة وممكن تكون نافرة وزاد يعني تحمل معها بعض المشاكل أبرزها شنو يا دكتور يعني بصفة عامة شكل السلوكيات هذه السلوكياتنا الصبي أو الصبية تحس بأنه هي خارج نطاق الأسرة هي عندها مقنونة خاصية هي عندها رغبات تحقيق الزات دا لكن بتم في حالة أن الأسرة ما تكون منتبهة من البداية إذا كان الأسرة منتبهة من البداية بتهيئ الولد والبنت في بعض المعلومات الطبيعية الصبيعية بالنسبة للفتاة أنه حيكون في مضغيرات فيزيولوجية حيحصل كذا وكذا ويحصل يعني الغضاء يتمر بالبنت وتهيئ الأم تهيئ بنتها لذلك وتتابع معنا ضافتها وصحتها وأشياء هذا من ناحية الفيزيولوجيا بنفس المستوى متابعة لذلك أنه الولد يتم به نفس المراحل وهذه معروفة يعني المضغيرات الفيزيولوجية المتعارفة عليها لكن يجب أن نناغشه ويجب أن أن الولد يكون عنده معلومات من الأب ومن الأم جميل أنه في مضغيرات ستطرع على حياته من ناحية الشكل من ناحية الصوت من ناحية بروس بعض الشعر في الجسم والعضاء التناسلية كلها هيجب أن يكون فيه وضوح حولها أفتكر بما دم هي بدت مع الأم والأبو حيكون حتى إذا تغير سلوكيا هو هيفهم بأنه علشان التغيرات دي فهيعمل عملية التعليل أموما إحنا عندنا قصة في هذا الإطار دكتور بأسرة سودانية نشوف مسألة المراهقة تعاملوا معها بيات وشكل تفضل اسمي زينة بعمين زينة بعمين خيري زوجي سافر من سنة 95 وصابني مع خمس أبناء ربيتهم وهو قاعد الوقت يبقى له 17 سنة في السعودية 17 سنة ديت أنا قمت بتربيتهم لوحدي عندي خير الله دبلومتجر إن شاء الله السنة دي خير الله ده صعب شوي التعامل معه لأن عايز يعني يخرج على طول ويسهر برة وكده يعني ساعات مثلاً تقولي تعالى مثلاً الساعة عشرة ممكن يجي الساعة 11-12 كده مرأبا يعني يعني عارفة حركاته وعارفة هو فين وبعدين على طول بتليفون معاه بشوفه هو فين ومع مين في المكان أنا مكان الصاحب اللي هو البلقيه كويس بقوله آه ده كويس ده مؤدب شايفه أنا دوت يعني متربي تربيه كويسة بقوله خلك مع دوت اللي ما بيعجبنشه بحس إن صلكه مش كويس بقوله ما تتعاملش معك ما الصاحبوش ساعات بتكون مثلاً الإنسان دوان شايفه إن هو إنسان سلبي مثلاً مش كويس أو وحش بس اللي أنا شايفه عشان عشرته كده شايفه إن هو كويس وما فيهوش أي غلط أو أي عيب عشان كده بفضل ما صاحبه لما بيكون يعني الولد يعني متمرت شوية بتصل على أبوه بقوله والله بيقول لي نشد عليهم وبيتكلم معاه بيقوله ما تعملش كده وما تسويش كده وما كده يعني ساعات بنختلف آراء ساعات بيكون متوفين برضو في حاجاته لجأت للضرب وهم صغيرين قال لجأت للضرب لكن طبعاً لما كبروا خلاص يعني السنهم لما كبروا وفي سن المراكة مش بتاع ضرب السن بالكلام الواحد بيتكلم معاهم وبيحاول يكنحهم برأيه مرة مرة والله لو عمل حاجة بحرمهم بمصروف ولو مثلاً نجح أو عمل حاجة كويسة بكفقه ممكن لو انا بتكلم معاه يعني بتعصب شوية لكن مش درجة يكسر حاجة يعمل حاجة يعني كده بحاول اهدى بحاول اهدى بورينه ان هو اللي بعمله غلط يعني غلط يعني صوته وغلط يعني صوته فالدته وغلط ان هو يتكلم بعرفه مع والدته لازم يحترم والدته قدامه وبيهدى وبعد ما بيهدى بقى بيجي احتزرلي بالنسبة للبرامج التربوية لما بتجي في التلفزيون بتشدين البرامج التربوية وباستمع لها وبتكسب منها خبرة يعني وفيه تجارب بتحصل مع الناس في البرنامج او النصيح اللي بيقولوها الدكاترة باستفاد منها انا وبعمل بيها مع اولادي بتعامل بيها مع اولادي يعني ساعات بنختلف اراء ساعات بيكون متوفين برضو في حاجات كل اسرة لازم يكون فيها مشاكل كده امونا نحن نتمنى ان شاء الله السعادة والهناء والاستقرار يتم لكل الاسر السودانية وزي ما شفنا بان التعامل مع المراهقين يتم باشكال مختلفة طبعا على حسب شخصية المراهق وطبعه واسلوبه دكتور يعني انت في البداية قلت كلام مهم جدا مسألت التهيئة النفسية في تهيئة نفسية وفي تهيئة اجتماعية كيف احنا كام واب بنبدأ نهيئ نفسنا في البداية علشان نعمل التهيئة اللي انت ذكرتها بالنسبة لأولادنا ايوان احنا كابا كيف نهيئ نفسنا ودي نهيئ نفسنا بالمعلومات اذا كنا في مراحل بداية الحيزة الزوجية وانه ابنائنا في اول مرحلة من مراحلهم يدخلوا في مرحلة المراهقة أو مرحلة التحول الحياة دي فنحن يجب أن نطلع على المعلومات نستشير ما هي المضغيرات التي تحصل ما هي كيف التواصل الفعال كيف نوصل هذه المعلومات ونكون في حالة صداقة مستمرة مع البنت ومع الولد صداقة وغبول لأنه هنا بنخفف من عملية التوتر والقلق عند البنت وعند الولد اللي هي ممكن تنفجر في بعض الأحيان لسلوقيات في نوع من العنف نوع من العدوان نوع من الرغبات بتاعت السيطرة والأشياء دي اللي هي بمره بها معها ثانيا مهم جدا جدا أن المعلومة تطلع من المنزل وليس من الأغران في خارج المنزل أو في المدرسة إذا نحن وطدنا نفسنا ونحن سقفنا نفسنا ورفعنا معلوماتنا نحو هذه المرحلة بنخفف على أولادنا كثير جدا جدا من المشاكل من المعلومات التي تحصلون عليها من أغرانهم أو من أغران غير ناضجين يأخذ معلومة غلط تأثر عليهم والحياة فيها مراحل يعني كارينا هورني عالمة أمريكية بتتكلم دائما بتقول إنه مرحلة اسمها مرحلة الاندفاع إلى الناس إلى الآخرين مرحلة الاندفاع ضد الآخرين مرحلة الاندفاع بعيدا عن الآخرين أو الجري ومرحلة الاندفاع إلى الآخرين دي في مرحلة الطفولة دائما نحن بنجل إلى أبانا ومهاتنا مرحلة الضد دي مرحلة المراهقة اللي هي أي شيء لا لا أريد مش عاوز ما بفعل لا مش يعني دائما الردود دائما بتكون بهذا المستوى لأنه في مضغيرات كذلك نفسية في داخل الصبي إنه يحز به نفسه ويحز به إنه قينونته لكن هي إحساسات غير آمنة في أحيان كثيرة جدا فأنا أفتكر إنه هذه المراحل يجب أن نهتم فيها ويجب أن نعطي المعلومة السليمة ويجب أن نتسلح نحن كآبا ومهات بالمعلومة السليمة نعطيها للأولاد والبناء دكتور من خلال كلامك قلت لي مسألة القبول وأفتكر دي حاجة مهمة اللي هي أنا أتقبل ابني أو بنتي على الحاجة اللي هو فيها اللي هي الفترة المعينة دي كيف أنا أقدر ألبليه حاجاته وفي نفس الوقت أساعده هو نفسيا على التغلب على نفسه وهذه مرحلة مهمة جدا جدا مرحلة الصداغة والغبول والتغبل مع البنت مع الولد ونشرح لهم كثير جدا جدا من الأشياء ونفتح معهم نغاشات مختلفة متنوعة عن إحساساتهم عن انفعالاتهم عن الأشياء التي يحسون بها هذه الأيام ما الذي يجري في المدرسة ما الذي يجري في الشارع القضايا العاطفية والانفعالية في مرحلة مهمة جدا جدا لأنه ما عيب يعني الأب والأم تتكلموا في الحاجة بل بالعقس هي مطلوبة لأنه إذا كاننا تحدثت مع البنت في هذه المرحلة هذه هي مرحلة النضوج ليست النضوج هي مرحلة الإحساسات الانفعالية مع تجاه الجنس الآخر فمهم جدا جدا أنا أعطي المعلومات للصبية في مكان أمين ومعلومة صاطغة وأمينة وواضحة ونظيفة بنفس المستوى للأولاد يعني كثير جدا جدا من الأمهات والآباء يشكون بأن أولادهم في هذه السين ينسحبوا لا يتكلموا أو يتحدثوا كثيرا بالتلفونات أو يدخلوا الحمام لفترة طويلة ولا يخرجون يعني كمية من الأشياء اللي هي نحن لو تابعناها متابعة دقيقة ممكن نقدم خدمات كبيرة جدا جدا للأبناء ومرحلة الشرود الزهني التشتت الزهني الانسحاب الاجتماعي البنت ولا الولد يحب أن يكون في غرفة لوحده لا يودان يتحدث يتواصل يجب أن نتفهم كل هذه المضغيرات السلوكية الناتجة من المضغيرات فيزيولوجية صحيح فلو نحن قدرنا نتحسس ما حنزع جلابنا نعطيهم خصوصيتهم نعطيهم ولكن من ناحية علمية التغبل أن نمسك الصبي من الكتف نضم علينا البنت بنفس المستوى نجلسون غريبين جدا جدا مننا نعطيهم كثير من الكلام ومن المعلومات عن الحياة والحياة ما بين الرجل والمرأة في المستقبل في هذه السي مهمة جدا ما في غضاضة ليس هناك أي غضاضة إنه هذه مرحلة تتبعها مرحلة وتتبعها مرحلة النضوج العاطفي المرحلة دي يجب أن نوضح لون أنه ما فيها نضوج عاطفي فيها انفعالات عاطفية نتيجة للمضغيرات الفيزيولوجية جميل فدي بعض الأشياء التي تجنب هؤلاء الشباب كثير جدا من المزالق نعم وأتذكر برضا دكتور يعني ده يعتبر نوع من الإشباع العاطفي بالنسبة لنا للأبناء اللي هي بتخلينا نفهمهم وفي نفس الوقت بضمن لهم بنشبعهم عاطفيا هتواصل معك أكيد دكتور وهنتكلم بشكل مفصل على الموضوع وكيف ممكن نتعامل مع الطفل أو الطفلة المراهقة بعض الفاصل خليكم معكم أهلا بكم مرة تانية ومشاهدين نتواصل معكم حديثنا عن الطفل والطفلة المراهقة أو المراهقين لأنه ساعات ما بيحبوا كلمة الطفل دي ورده صحيح طيب دكتور هتكلمنا عن دور الأم والأب وعرفنا بأنه دور كبير في الإشباع العاطفي وفي تلبية حاجاتهم المجتمع دور شنو في أنه يعمل لهم عملية بتاع التكوين فكري وثقافي يساعدهم في أنهم يتخطوا المرحلة دي برده المجتمع عنده دور كبير أول هذه الأدوار أن نكف عن إرسال الفضائيات البداء يعني ضخم جدا جدا ومضلل في كثير من الأحيان يعني أنا مع يعني الإرسال الفضائي فيه كثير جدا جدا من المآسي بالنسبة للصبيان والمراقين كذلك خدمات الإنترنت يعني أيمن يكون في وضوح كبير جدا جدا لأنه كل ما نسمع في العيادات وفي ما يعتوني استشارات هم يعني فيه كثير جدا جدا من المواد الإعلامية المضللة والسي دي والأشياء مضلل لزي شنوية دكتور نعم مضلل لزي شنوية مضلل لأنها فيها يعني كمية من الأفلام الفاضحة فيها كثير جدا جدا من الممارسات الغير سوية التي هي ممكن تكون يعني جازبة لهولاء الصبيان والصبيات في هذه السن وتبعدهم عن المراحل الأساسية الدراسية بتاعتهم والتفكير السوي هذا في الإطار العام في الإطار الخاص يعني أنا أفتكر أنه المناشط الرياضية المناشط الصغافية القيم الجيدة في خدمة الآخرين في الالتصاص بصغافة البلد مش الصغافة فيها الاستلاب الصغافي تحدثنا عنه في الفضائيات هذه خلق الشبكة ما بين الأبناء الأهل النيرين المستنيرين من الأمهات ومن الآباء والأبناء الأقران يعني ضروري جدا جدا نخلق شبكات محددة جدا التي يدور حولها أبنانا في الفترة دي في المرحلة دي مهمة جدا معرفة الأصدقاء مهمة جدا يعني نحن في المجتمع يجب أن نكون عارفين أنه ما هم أصدقاء أبنانا ما هم أصدقاء بناتنا ما هم صديقات البنات نفسهم الإعطاء المعلومات الفكرية والصغافية عن البلد نفسها وعن الاهتمام والتاريخ والصغافة هذه كلها يعني تغزية مهمة جدا جدا فكريا عشان تخلي هؤلاء الأبناء والبنات في هذه السن يعني لا يندفعون تجاه المعلومات المضللة من خلال الفضائيات نعم الاهتمام بالرياضة كما ذكرت الاهتمام بالقناة بالموسيقى بالأشياء التي ممكن تمثل هؤلاء الأولاد يعني قوة جزء وطلع طاقته والمرحلة بتعدي يعني بعدين مهم جدا جدا أن المؤسسات والمجتمع يخلق بعض الحوافز بعض المسابقات الرسومات الكتابات المغالة كتابات الغصة الشعير كل هذه الأشياء التي تخلق قيم حديثة وسط المجتمع وسط الشباب يعني لحفز طاقة واستثمارة في الشيء المفيد لأنه السباحة الأغضايا بتاعت المنافسات يعني كلما المجتمع القريب من الصبي والصبية في المدرسة أو في الموغع المحدد قدم مساعدات بهذه الأشياء يكون فيها استثمار وفعلا الصبي والصبية في هذه المرحلة يحتاجوا لبزل هذه الطاقة الفكرية فإحنا لو نظمناها بشكل مزبوط ممكن هي تخلق منه الطفل مبدع في المستقبل بعض المراحقين يا دكتور أو خلينا نقول في الغالب الأعام مسألة النواحي المادية بتبقى كثيرة جدا يعني يقول لك أنا دائر قروش أنا صح في ناس بتدي وبتكون مراقبة وفي ناس ما عندهم استطاع هذه مرحلة خطرة جدا جدا أو السلوك خطر من الآباء والأمهات يعني في سن مثل هذه السن يجب أن ندرس دراسة تامة ما هي الاحتياجات الحقيقية إذا كان هو في المدرسة الابتدائية أو في السانوي أو في الحي يعني مهم جدا جدا أنه المال الذي يعطى يعطى في سبيل الاحتياجات المتعارفة عليها أشكرك كثير يا دكتور نتمنى إن شاء الله لك التوفيق وكل المتابعين لنا وفاصل قصير مشاهدينا هنتوصل بعد وخليكم معنا أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومرتانية نتواصل معكم في بيت الهنى عندنا نصيحة في الغذاء لأنه مهم بالتأكيد وموجود في صفرتنا بشكل دائم تعالوا نسمع نصايح في التغذية مع اختصاصية التغذية والعلاج الغذائي زهراء الحسن تعالوا نتابعي سوا بسم الله الرحمن الرحيم أول نرحب بمشاهدينا الأكارم في فغرة التغذية فاليوم إن شاء الله هنتكلم عن تغذية المراهقين ففي الأول هنعرف المراهقة هي فترة نمو بدني سريع بتصحب بعض التغيرات السلوكية والغذائية والنمطية فعندنا المراهقة في الإنس بتكون من عمر 10 لحد 18 سنة والمراهقة عند الزكور بتكون من 11 لحد 19 سنة فخلال الفترة دي بتكون في بعض التغيرات أو بعض السلوكيات الخاطئة عندنا المراهق فعندنا دائما بتناول المشروبات الغازية بتكثر من تناول الوجبات السريعة بإضافة لبتكون الوجبات متداخلة مع بعضها البعض ودي كلها بتدي لها مشاكل مثلا الشربة المشروبات الغازية بكل أنواعها حتى مشروبات الشعير دبكن على حساب المشروبات الغذائية أو المشروبات الأساسية يعني بدل يشرب كوباية حق عصير فريش ممكن يشرب مشروب غازي فنلجى الاختلاف واضح مشروبات الغازية لا تحت إلا سعرات حرارية في شكل سكر أما عن طريق العصائر الفريش ممكن تدينها فيتاميس ممكن تدينها معادل ممكن تدينها مضادات للأكسادة فعندنا ثانية من الأخطاء الشاية عند المراهقين تناول الوجبات السريعة مثل المدليات فدي كلها غنية بالسعرات الحرارية فدي بتدي في النهاية لزيادة في الوزن فزيادة الوزن بتدي طبعا لمشاكل مثل السمنة ومرض السكر فكله بيكون ناتج عن الأخطاء الشاية فقمت بدراسة في ولاية أم درمان في الطالبات المراهقات وكانت الدراسة بتشمل 150 طالبة فكانت النسب كالآتي 18% أخذنا الوزن الطول كانوا أصحاء كان 33% بدنا ونسبة 6% كانوا نحيفين بنسبة 14% كانوا وزن زايد فباللاحظ أن الغراءات كلها تتراوح ما بين الوزن الزايد وتكون في البدانة الأصحاء كانوا 18% فقط فهذه القراءات دي ممكن دلالة على تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمكسرات اللي هي في النهاية بتدينا للنقص في الحديد يعني دائماً في فترة المراهقة بيستغفرهم السوء في التغذية أو النحافة ولا بدانة بضافة لسوء استخدام بعض المغزيات يعني مثلاً تناول الحديد بيكون بسيط بصوبة الأنيميا تناول المواد اللي فيها الكاسيوم زي الألبان وزي البيض بتكون نسبتها أقلة بتدي إلى هشاشة العظام فعندنا الأخطاء دي لابد أن إضع برامج غزائية تفي بحاجات المراهق من حيث النوعية ومن حيث الكمية فده ما بينجح لقدام لكم خلال برامج ترشيدة في المدارس يعني إنه واحد طلبة نفسهم بدلت تشرب مشروب غازي بدك سعرات حرارية أشرب مشروب فواكه في رش أو ممكن تناول قضعة من الجبنة ممكن تناول قضعة من البيض أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من حلقتنا اليوم عن التغذية أثناء فترة المراهقة ونعود للأستدون مشكورة كثير زهراء الحسن على النصيحة القدمتها لينا وعموما مشاهدين حلقتنا الليلة كانت غنية بالمعلومات إذا كانت في التغذية أو إذا كانت كمعلومات بتهم أسرتنا زي ما إحنا قلنا لكم المراهقة التعامل معه لازم يتم بطريقة سهلة جدا وبسيطة ونعرف أن الفترة دي فترة وبتعدي فإحنا ننمي القدرات المعرفية والإدراكية والثقافية بالنسبة للمراهقة الموجودة في المنزل هانا أتشرفت التيفي إيميلنا نتوصل به إن شاء الله معاكم وبكرة لنا مواعيد جديدة ودعناكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة